موسيقى احنا كل يوم بناخد تعليمات في رئيس الوزراء من دولة رئيس الوزراء على ازاي نتعامل على انجاح هذه المبادرة والمبادرة موجودة تحت اشراف مؤسسة حياة كريمة ووزراء التنمية المحلية بتساهم في ده بقوة وهي المشرفة على كل الاعمال اللي بتتم ونسب التنفيذ ومشابه ولكن عايز اقول ان حجم عمل كبير بيتم جوه محافظة البحيرة بالتحديد لان في هنا ست مراكز من المحافظة بنشتغل عليهم اكبر محافظة على مستوى الجمهورية خدت مراكز في حياة كريمة فخلينا نقول ان حياة كريمة في محافظة البحيرة وفرت لأكتر من نص شعب البحيرة اللي هو طلبه من منشآت ومؤسساته ومن اهم الحاجات اللي موجودة فيه المبادرة دي برضو المدارس اللي هو معالي وزير التعليم انا عايز اقول انشأ مجموعة كبيرة جدا من المدارس فيه خلال الاربع سنوات اللي فاتت دي احنا بنقول المحافظة تعمل فيها اكتر من ربعمائة مدرسة بما فيهم مدرس مبادرة في حياة كريمة فحجم العمل بنقول والكسفة في فصول نزل من سبعين لدلوقتي لتلاتين والخمسة والتلاتين فطبعا حاجة محترمة جدا على مستوى المحافظة احنا بنعرض مجموعة من الحاصلات الزراعية بأسعار من أقل من الأسعار الجملة بنسبة من عشرين لخمسة وعشرين في المية لبنود البقليات العتس والفول والترمس والحمص والفول البلدي والفول المجروش وان شاء الله هذه النوعيات موجودة في ضمنور ومعندنا معرض في حش عيس مؤسسة حياة كريمة ومبادرة حياة كريمة هي الحماية الاجتماعية الموجودة لطبقة من المجتمع احنا كمان حرصين في هذه المدارس تبقى بجودة عالية والأبنية معانا التعليمية موجودين واحنا نفذنا كل ما يطلب مننا لمبادرة حياة كريمة من ناحية المدارس نفذنا من نسبة 95% الحاجة التانية كمان المعلمين اللي موجودين في هذه المدارس والتدريبات اللي موجودة لهم الكسفات بقت في الكسفات لا تتعدى تقريباً من 35% احنا بشترك في القسم النهاردة بجميع منتجات الألبان خاصة بالألبان معظم من المنتجات عندنا كلها لبن طبيعي من خاصة من مزرعة المدرسة من بداية الاستلام اللبن عندنا جهاز موجود عندنا هنا جهاز أكواملك بيديني تحليل تفصيلي عن المكونات اللبن كلها قبل من خلو التصنيع بيخش على مراحل التصنيع كلها من جهاز بسطرة وتجنيس وعندنا جهاز ترشيح فائق موجود عندنا بيطالعنا منتج كامل ما فيش أي إضافات خارجية من الخارج كلها معظم من اللبن طبيعي كامل الداسة